تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا اللي في جيكم مني أنا محمد عوادة عبر قناة سلبي سبورتي الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بأقولكم تشتركوا فيها حلقتنا اليوم بعد يوم جديد من المباريات ويوم جديد من الأحداث والأخبار بنرصد فيها ثلاث نقاط من ثلاث مباريات نبدأ بفوز إنجلترا الفوز اللي جاء على وصيف وطن العالم كرواتيا الفوز اللي جاء في أداء مسيطر يعني ما حسنا كرواتيا كثير موجودة ربما إلا بدقائق قليلة نقلترا قدمت مباراة بتفوز فيها هجوميا دفاعيا فالركام متفوق وربما الشيء الوحيد اللي بيخلي الناس دائما تنتقد ساوتغيت بهذا الفريق إنه بتشعر إنه الإبداع عنده أقل أو الأفكار الهجومية أقل من ما بيستطيعوا لعبته يعطو كجودة شفناها لكثير لعبين في البرمير ليج بتحسها مقيدة لأنه ساوتغيت عم يفكر بالنتيجة وبالكرة الدولية صراحة التنتيجة أولى من الأداء فرنسا جابت كأسين عالم وخلال كأسين العالم كانوا مدربينها عم يتم انتقادهم في صحافتهم على الأداء وفي النهاية رجعوا لهم بألقاب كأس عالم في الدولي النتائج أولى الفريق بقدر يعطي أكثر بحسه بالهجوم لكن فريق متماسك فريق جماعي فريق قادر يحد من خطورة الخاصة وقادر يخلق فرص كافية إنه يفوز أيضا شيء مهم جدا لو اطلعنا اليوم على دكة إنجلترا الدكة فيها تنوع رهيب بإمكان ساوتغيت يرفع سرعة اللعب باللي موجودين على الدكة وبإمكانه يغير الناحية ويزيد نسميها الجوانب الفردية أو الجوانب الإبداعية أيضا والناحية التقنية بتختلف فعنده تنوع رهيب بالدكة مش بس نجوم على الدكة لأ نجوم مختلفين عن اللي في الأساسي قدرين يغيروا تجاه اللعب منتخب إنجلترا مباراة أولى ما بنحاكم عليها كثير لكن أعتقد إنجلترا هتكون رقم صعب في هذه البطولة الروع على المباراة الثانية اللي أنا سعيد فيها اللي شفت بانديف بيسجل وبانديف عشنا معه سنين طويلة في كورة القدم واللاعب مستمر وجميل إنه يرتسم تاريخ بناده باسمه كأول هدف إلهم في اليورو بالمقابل إنه مساعم بتفوز بأول مباراة رسمية من سنة 1990 فترة طويلة جدا مباراة أظهر فيها ألابة الشخصية القيادية اللي بتخليك تشعر إنه ربما هو اللاعب هذا بهذه الخوفة الشخصية حيكون جيد ومفيد لريع مدريد موضوعنا مش فوز النمسا كان متوقع موضوعي أكتر صعوبة فوز النمسا تأخر فوز النمسا مع فوز فلندا يوم أمس مع احترامنا للظروف طبعا لمرت فادي رمارك مع صعوبات واجهتها أكتر من منتخب مع فرق كنا زمان بالعالم ما نتوقع إنها تلعب كرة قدم وما تلعب بطولة أوروبا أعتقد بتثبت إنه الاتحاد الأوروبي عم يمشي وعم بينتصر بفلسفته وبإسلوبه اللي هم بكل بساطة أنا حستثمر أكثر وحتفع فلوس أكثر مش في الفرق الأولى مش في الأندية الكبيرة مش في المنتخبات حستثمر في البنية التحتية لكرة القدم في أوروبا بالأكاديميات حدفع الأندية تعمل أكاديميات وحتفع للاتحادات مقابل ذلك فهتزيد مخزون اللاعبين وحيطلع لنا فرق مؤسس أحسن ونتأسسوا اللاعبين بشكل أفضل وعرفوا أساسيات وفهموا علم كرة القدم في أرض الملعب بقدروا يخرقوا صعوبة إلى أي فريق كان فمن هنا أعتقد الاتحاد الأوروبي عم يثبت أكثر وأكثر إنه ماشي بطريقه الصحيح ممكن الأندية الكبرى منزعجة منه لكن عمستوى كرة القدم الأوروبية بشكل عام هو عم يضمن خزان لاعبين كبير ما بينتهي دائما موجودين متنوعين الجنسيات متنوعين الأسليب والقدرات مرة ثانية مباراة بتأكد أنه في أوروبا أي نتيجة ممكن تصير مع أي فريق ونروع على المباراة الثالثة اللي هي أعتقد بإجماع الجميع حتى أجمل مباراة في هذه البطولة حتى الآن هولندا انتصرت نجيت من حالة السهو هذه اللي صارت وهذا فين التعادل لأوكرانيا لكن اللفت انتباهي اليوم بهولندا تقريبا الأفضل فريق قدم كرة قدم حيث السرعة تقريبا أسرع فريق لعب سرعة مع كثافة سرعة ومستمرة سرعة مستمرة بشكل ممتاز جدا واضح جدا الفريق عنده هذه اللياقة الحالة البدنية والسرعة كثير بتفرق بكرة قدمة الحديثة الشيء الآخر عجبني تحركات اللعبين المستمرة تمركزهم انتشارهم في الملعب ربما من أفضل فرق اللي شفتها شكلها في الملعب بالحالة الهجومية خيارات كثير للتمرير خيارات كثير لدخول منطقة جزاء وما حظل دائما ناحية الشخصية اللي شفناها اليوم اللي هي بتنهز فجأة لانه هولندا لسه بتتعالج من مشاكل زمان ربما بعض المشاكل الدفاعية اللي بتظهر بعض المباريات هي اللي حظرها العلاقة الأكبر لكن كفريق اللي شفناه منه حتى الآن اليوم فريق ممتاز برجع أحكي لحد الآن إحنا بنتكلم عن جولة أولى في كرة قدم وبنتكلم بعموميات عن اللي شفناه من هذه الفرق ما بنعرف لو هن حيروحوا ما بنعرف كيف الجولة الثانية كؤوس مثل هذه ما بتقدر تحكم عليها في مباراة أولى كثير فرق فازت مباراة هالأولى وما شافت الدولة الثانية وفرق خسرت شفناها بتمضي بعيدة كثير في البطولة يعني المباراة الأولى دائما بيصحبها أمور كثيرة دخول جو المباريات بعض التعديلات للمدربين والحماس الزائد ربما عند بعض الخصوم هاي في البداية هولندا اليوم أقنعتني جدا إنجلترا طريق متماسك بس أعتقد مباراة الكبيرة ما رح نستمتع فيها لكن كل الحق لساوت غيت يفكر بالنتيجة ومقدونيا وإننا مساكانت رسالة إنه كورت القدم في أوروبا عم بتصير على مستوى المنتخبات أذيق وأذيق فيها الفجول خصوصا في هيك بطولات توسعة اليورو كان دائما فيها نقاش صح ولا لا لكن أعتقد هيك مفاجآت جميلة هون أو هون مباراة تلاعب زي بانديب هون بارح فنلندا تخليك تقول تستاهل دول أوروبا كلها يعني حق كل مواطن يشوف بلاده بتلعب بالبطولة وتحقق نتيجة إيجابية أو لحظة تاريخية نصر هون نهاية حلقة سلبي أوروبا كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وضروري جدا تتابعوني على سلبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله